القضاء البريطاني يرفض طلبة اسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة التي تعتزم محاكمته بتهمة التجسس بعد نشره مئات ألاف الوثائق السرية المسربة في جلسة استماع في المحكمة الجنائية المركزية أولد بيلي بلندن رفضت القادية فانيسا بارايتسر جميع حجج فريق أسانج القانوني وقالت إنها لا تستطيع إخضاع أسانج للإجراءات الإدارية الأمريكية أخذة بالاعتبار صحته العقلية وخطر إقدامه على الانتحار انتصار اليوم هو خطوة أولى نحو العدالة نحن سعيدون أن المحكمة اعترفت بخطورة وعدم إنسانية ما قد يواجهه لكن دعونا لا ننسى أن لائحة الاتهام في الولايات المتحدة لم يتم إسقاطها نحن قلقون للغاية من أن حكومة الولايات المتحدة ستطعن بهذا القرار أمام السلطات الأمريكية 14 يوما للطعن على الحكم والمحامون الذين يمثلون البيت الأبيض قالوا إنهم سيطعنون في الحكم ما قد يؤدي إلى سنوات من الجدل القانوني المدعون الأمريكيون يتهمون أسانج البالغ من العمر 49 عاما ب17 تهمة تجسس ونشر وثائق تتعلق بالسلوك الأمريكي في حرب العراق وأفغانستان كما يتهم للدعاء أسانج بأنه عرض حياة أمريكينا للخطر من خلال نشره مئات الآلاف من الوثائق الاستخباراتية وتصل عقوبة القصوى للتهم المواجهة إلى أسانج إلى نحو 175 سنة من السجن ويقول فريق دفاع المتهم أن الملاحق القضائي بأكملها كان ذات دوافع سياسية وبدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأن تسليمه سيشكل تهديدا خطيرا لعمل الصحفيين ترجمة نانسي قنقر